اوكي اعطيكم الصح والعافية معكم احمد بوريكي بهذا الفيديو بغيت اسوي شلون تقدرون تديشون اونلاين شابين وتقدرون تشترون تلفونات اللي انتو تتابونها عن طريق الانترنت بالذات مواقع امازون و اي بي ناس واي قاعد تسألني ان ايه تابع تطلب شغلات معينة بره الكويتا وبره عالم العربي لانا مو قاعد تحصلها بالسوق اللي احنا فيه فتابع تطلب من بره مو عرفة شون تطلب وتسألني احمد ما خل تطلبني فكيت لاش ما اصوي فيديو يعلم يعني احاول اعطيكم الا انا اعرفة شون انا اطلب اجهزة من النت والمواقع اللي اتعامل معاها نشوف مع بعض شلون نقدر احنا ندخل هالمواقع هذه بالذات امازون مع اي بي خلنشوف مع بعض اوكي مثل ما انتم شايفين هنا هو الديستوب انا استخدامك مثل ما انا سوائد تدري عموما انا وردي مبطل كروم مبطل مواقع اللي احتاج ان ادخل فيها اول شي لازم يكون انت عندك اكاونت بشركة راح تشحن لك شغلاتك من امريكا للكويت لانا وايد مواقع ما تخليك تشحن للكويت او للعالم العربي على طول لازم تشحن لامريكا بس فانت لازم يكون عندك صندوق او عنوان بريد صندوق بريد بامريكا علشان او هو يسوي لك الفوروردنج للكويت في اكبر اثنين انا اللي اعرفهم حالين وهما ماي يو اس وعندك ارميكس شابنشيب فانا ما استخدم لا ماي يو اس ولا ارميكس شابنشيب استخدم وردشيب ون او ws1.com هذا الموقع ما لهم اول ما تدخل لازم تسوي انت يوزر اذا عندك وردي يوزر بس تسوي لاجن اذا انت تبتسوي يوزر لازم تحط بالك انك انت تحط عنوانك واسمك بالكامل اللي موجود بالعالم العربي مثلا اذا انت بالكويت لازم تحط عنوانك واسمك بالكامل ما تحط اسم مستعار اسمك بالكامل مثلا راح احط احمد خالد بعركي وحط عنواني بالكويت فعلشان اوهما لما يوصل لهم الشحنة بامريكا يسفرودونها على العنوان اللي انت عطيتهم اياه من انت تسوي لك يوزر وتدخل ووردشيب راح تلقى انه اوهما يعطونك عنوان مثل ما انتم شايفين هذا العنوان اللي انا راح استخدمك لما اطلب من اي موقع موجود من بيك ورح يعطونك الابشن الحلو انك انت تختار مع دي اتش ال وورد واد اكس بريس فيدكس بريورتي فيدكس اكونامي او ارم اكس اكونامي اذا انت تبي بداله تستخدم اي شركة واحدة بس فهذه شغلة وايد حلوة منهم شغلة ثانية حلوة بوردشيب انه اوهوا يمع منتجاتك كلها اذا انت طالب من اكثر من موقع يقدر يخشلك اياهم كلهم وبعدين لما انت تكون مستعدة بتشحنهم تحطهم كلهم مع بعضه بصندوق واحد تشيل العلبة الاصلية اللي ايت فيها الشغلة مثلا اذا انت كنت اعزكم الله طالب جواتي مثلا او شي اوهوا رح يشيل لك الكارتون الجوتي ايا فيه ويحط لك كياب كارتون ما لا اوهوا عشان يوفر عليك المكان انه لما يشحن لك ووفر عليك السعر لان اوهوا يشحن لك بالوزن فهذه حركة وايد حلوة منهم فهذا الاكاونت اللي احنا او الانوان اللي احنا رح نستخدمه مع بعض المواقع ان شاء الله ثانية لازم تكون عندك اي هي باي بال انا استخدم باي بال بشكل مطبيعي وايد استانس على باي بال لان اي هي توفر لي سيكوريتي شلون توفر لك سيكوريتي اذا انت داشت على موقع عمزان مثلا لازم تحط الكردد كارت مالك اذا داشت موقع اي باي لازم تحط الكردد كارت مالك اذا داشت موقع موتوريلا تحط الكردد كارت مالك سامسونج اي مكان تبي تطلب منه جهاز او تطلب منه منتج لازم تحط الكردد كارت مالك بس اذا انت عندك باي بال تحط الاكاونت الكردد كارت مالك باي بال فقط ما تحط المكان ثاني وبعدين تستخدم اليوزر مالك مال بيبال على هالمواقع عاري وتدفع فإذا صار أي نوع من البوغ أو الفلوس التي ضاعت أو شيء تحاسب بيبال فقط وبيبال تعطيك نوع من الإنشورنس تأمين إن في حالة إذا أنت شريت شغلة من أحد وما عطاك المنتج تقدر تسوي ديسبيوت وبيبال ترجع لك فلوسك فهذه الشغلة وايت حلوة من بيبال لأن أنا بس أحط لك ريدت كارد انفرميشن مالي عند شخص واحد وهذا الشخص هو اللي يتحاسب مع باجة مواقع 99% من المواقع الموجودة أونلاين لحين تقدر تدفع بيبال فأنا أنصح وبشدة أنك أنت تسوي لك يوزر بيبال فأنت بيبال نفس الطريقة من تدخل موقعهم راح يدري أنه أنت وينك فيه من IP أدرس مالك فتدري أنه هو سكيور وابتو ديت فمن تسوي لك أنت يوزر نيم وإكاونت راح تستخدم هذا اليوزر نيم وإكاونت حق أنت شغلات المواقع اللي بتنتش لها وتدفع من طريق بيبال أنا قلت ما بيسوي على مواقع اللي أرادي معروفة مثل كارفون ويرهوس أو يو كي فوريو أو هالمواقع هذي اللي أنت تدخل تشتري من محل وتحت رحمة المحل ريتيل سيلر أونلاين ومتى ما أهو نزل المنتج أنت راح تشتري أنا قلت بدش على أمازون وإي بي بالذات إي بي لأننا سوايد يمكن ما تعرف تستخدم إي بي تقول لأن ما أثق بالشخص اللي أنا بشتري منه أو ما أدري أشتري من منو ممكن لأن أنت قعد تعامل مع أفراد أكثر من شركات ممكن يأخذ فلوسك وما يعطيك المنتج فقلت أتكلم عن إي بي و أمازون بالذات ما رح أطوله غايد بأمازون بتتكلم بإي بي أكثر فخانتكلم عن أمازون على السريع أمازون من تدخل طبعا لازم أتسوي لك أنت يوزر مثل ما تشايفين أنا أرادي عندي يوزر وتحط أنت الأكاونت مالك علشان الأدرس مالك مالأمريكي اللي عطتك هي WS1 فأنت لما تسوي لك يوزر بأمازون رح يكون فيه العنوان اللي أعطوك هي WS1 علشان لما أنت تطلب شيء من أمازون يطرشون حق صندوقك اللي موجود بWS1 وهو تلقائي رح يطرش لك هي صندوقك اللي موجود بالعالم العربي فبأمازون إذا أنت تيتا بتدور على شغلة HTC 1M9 طبعا يمكن ما رح تحصل على أمازون ولا Galaxy S6 رح نسأل عن شغلة أراد موجودة بالسوق مثل النيكسس 6 ويدناس تسألني عن النيكسس 6 مثل ما أنتم شايفين أول واحد طلع ليه هو نيكسس 6 باي موتوريلا فهذا ممتاز سعره الأصلي 650 دولار فأنت هنا بحد ذات رح تدري أن التليفون سولد على السعر اللي معطينك هي معلن من موتوريلا وقوكل لما قالوا أنه ما بيبيعون الجهاز 32 قيقة رح يكون سعره 650 دولار هنا قاعد شوف أن التليفون باي موتوريلا الريتنج مال الجهاز مو الريتنج مال الشخص اللي بتشري منه الريتنج مال الجهاز عليه 4.2 من 5 60 بالمية 5 ستار ومعطينا أحسن ريتنج بس فون بس الريتنج مال الشخص اللي بيبيع الجهاز منه رح تشوفي هنا أن التليفون قاعد ينباع عن طريق لحظة خلنختار مثلا لون الكحلي رح يكون شبس انسول باي أمازون فأنت ما تحاطي إذا أنت قاعد تتعامل مع أمازون ما رح تحاطينا أمازون والله بتاخلي فلوسي ما رح تردلي فلوسي تشحن لك يا أمازون وفي عندهم هناك دسبيوت ويعطونك بعد أصلا الوقت بالضبط من أنت رح يشحن الجهاز مثل ما أنتم مكاتبين إذا أنت طلبتك خلال 11 ساعة الياية رح يوصل لك الجهاز يوم السبت يعني يوصل جهاز صندوقك اللي بأمريكا يوم السبت ممتاز رح يوصل لك كويت أو عالم العربي خلال يمكن 4-5 أيام إذا استخدمت DHL Express بس إذا اخترت أنا لون الأبيض لون الأبيض مبدئيا سعره أرخص سعره 630 دولار وما ينباع من صار أمازون صار ينباع من شركة ثانية يسمها Perfect Trading Inc إذا أنت تريد تعرف هذه الشركة زينة ولا لا تضغط عليها ويعطونك هنا ريتنجز مالها والريفيو مالها الفيدنج ريتباك مالها ماخذة 5 نجوم 4.8 ستارز ويد ممتاز من 430 ريتنج خلال 12 شهر اللي فاته فهني يعطيك المنتجات الثانية اللي بيعها Perfect Trading Inc معناها إذا أنت كنت بتشتري أكثر من شغلة مثل نيكسس 6 ومثلا سونيك سبيلاي Z3 راح تحصله من نفس المكان راح تدفع تكلفة شحن أقل لنقع تاخده من نفس البايع فهذه حركة حلوة منهم أمازون ومن هنا أنت تقدر تعرف إذا البايع كانت كانة عامة أمازون ما رازم أنت تحاتي لأن أمازون أيهم سوية طريقة الديسبيوت وايد زين إن إذا صار في خلاف بينك وبين البايع أمازون راح تعوضك ورح تعطيه وهو إنذار فهو ما راح يستفيد منه حيث أنه هو يغشك أو أنه هو يبوقك أو ما يطرش لك السلعة لأنت طالبها فخنشوف الحين إي باي شلون طريقتهم من تدخل إي باي راح يكون هم نفس الطريقة لازم نتسوي أنت ساين إن ولازم نتسوي لك عنوان تستخدم نفس العنوان مرة ثانية اللي عطتتك يا WS1 علشان أنت تقدر تشحن لهذا العنوان فتدخل مرة ثانية إي باي هني راح نكتب الـ HTC One M9 أنا متأكد أنه هني راح نحصل HTC One M9 فخنشوف أول شيء لازم تختار All Listing Auction أو Buy It Now Auction يعني مزاد إذا أنت تبيت تدخل مزاد على الجهاز راح تلقى أنه أنت عندك option لأنه تقدر تحط السعر اللي أنت تشوفه مناسب حق الجهاز بس أكيد لازم يكون أعلى من السعر وقد أراد يمعلن عنه فهو البايع راح يقول لك أنه والله خنسوي مزاد أنا حاطح السعر من يزيد واللي حصل آخر شيء على الوقت اللي أهم حاطينه أعلى سعر راح يكون Binded by Law إي باي عندهم Regulations Wide District من ناحية إذا أنت إذا أنت إتفقت أنك إنت لازم تدخل مزاد لازم أنت تلتزم إذا أنت فزت بالمزاد فرح يأخذون فلوسك تلقائي من إي باي راح يأخذون فلوسك فإذا أنت ذكرت أن أنا ما بيشتري بشي الأكاونتي من إي باي قبل أو ما يأخذون فلوسي هذه حركة مزينة لك لأنه راح تصير عليك Red Flag يصير أنت كلما تبي تحاول تشتري منتج من إي باي راح يكون عليك Red Flag فهذا ما راح يكون من صالحك فإذا أنت لون الذهبي هذا راح يكون سعره 888 دولار عنده Free Shipping Standard وعنده عنده تلفون نوك اندشين مو مفتوح الجهاز أو شي الشحن راح يكون ما بين 25 مارج ل7 إبريل والشحن راح يأخذ أكثر من 7 تأيام Business Days فهو قاعد يقول لكن أنا ما راح أشحن لك قبل 25 مارج وما راح أشحن لك بعد 7 إبريل راح يكون ما بين هالفترة ممكن بعدين يراسلك يقول لك أنه راح يطول أكثر من شذي تبين يرجع لك فلوسك وما تبي أتم أنت حاجز الجهاز فهذه حركة حلوة منهم أنهم يقول لك كثير الفترة ما بين الشحن أنه راح تطلع عشان يتيك وشغلة ثانية أنه راح تاخذ فترة أكثر من 7 أيام عمل عشان أنا أشحن لك فهو حط لك هالتتالز كلها هني شون أنت طريقة تدفع يقول لك عندي باي بال عندي فيزا عندي ماستر عندي امريكين اكسبرس وعند شغلة يسمها باي بال كريت هذي ممتازة تدفع أنت بالأقصات لمدة 12 شهر عن طريق باي بال باي بال عندها كرتك بس ما راح تشيرج كرتك كلا بالكامل راح راح يضمن لك أنه عندك 14 يرجع لك فلوسك او أنك تسوي اكس بالمنتج او السلعة لانت شريته منه وانت معجبتك ف راح يرجع لك بس يقول لك أنه إذا ترجع لي الشيبينج عليك لان إذا تشحن ليا ما راح هو يتكفل بالشيبينج ما راح تكفل بالشيبينج لما يشحن والشغلة الثاثة لانت ما تحطيها عندك هني مثل ما قلت لكم ebay money back guarantee معناها الشخص عنده insurance حتى له باقي خذ فلوسك وما عطاك المنتج ebay ترجع لك فلوسك فهذا ما هو منتاز إذا انت تبي تعرف عن البيع نفسه تروح هني seller information تلقي اسم وهو و رايتنج عنده والfeedback مالهم مثل ما انتم شايفين هنا عنده 99.5% positive feedback معناته عنده 99.5% الفيدback ماله ان الناس وايد ردة الفعل مالتهم لما تعاملهم على هذا الشخص 99.5% كانوا راضين هذا شيء ممتاز انت نادر جدا تحصل 100% ناس راضية بالكستمر satisfaction موجود بإيبي فلما تحصل الشخص عنده 99.5% هذا جدا ممتاز فاذا انت عندك هذي الامور كلها انا اقول لك ايها ك guarantee اطلب انا رح اطلب من هالشخص هذا لانه عنده اول شيء طريقة الدف عنده paypal طريقة ثانية عنده money back guarantee بروحه وعنده ebay money back guarantee وعنده 99.5% feedback positive feedback فهذا الشخص ممكن تعتمد عليه انك انت تطلب انك انت الشخص متى ما بغيت تسئلة عن السلعة متى رح توصل متى المنتج رح يوصل اذا اوه تأخر عليك من اي نوع فهذه الطريقة لازم انت لازم هذه الشروط تكون موجودة علشان انت تقدر تطلب من ebay ان اول شيء لازم يكون في money back guarantee من الشخص money back guarantee من ebay واحدة منهم مشكلة والشغلة الثانية انه لازم يكون عندها positive feedback انا عادة ما اطلب من شخص اقل من 90% فما بالك قاعد اقول لك 99% انا طلبت من الناس 89% وهم موصل لي ما كان في مشكلة او كان في خلاف من ناحية المنتج يوصل لك فبس هذا اللي انا بغيت اشرح لكم ان شلون تطلب ولا وايد من هالمواقع mygsm.me بعد وايد من مواقع لانا اطلب منها ما لازم اتحاتي هذي تدفع يطرش لكل منتج ما لازم اتحاتي بس ebay amazon اتخوف ان اتطلب منهم لان انت تتعامل مع افراد اكثر من شركات فممكن انهم ياخذون فلوسك مثلا وما يردون لك الشغلة اللي انت تبيها فهذه الطريقة اذا انت قدرت تتمكن منها لا تحاتي اطلب وضروري تحطوا لكم اكاونت بيبال انا استخدم WS1 ويد مرتاح من من الانشاغات اللي قلت لكم اياها فتقدر انت تسوي ب شب تقدر تسوي ليك ب مايو اس كيف شي راجع ليك ولي انت ترتاح مع الشركة اللي انت سبحانه لك سبحانه سبحانه وعليك فهم الله كريم